بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي مع الجزء الثاني من الوحدة الخمسة في الفايدة البسيطة اللي هي الدفعات اللي هي الاقصاط وعرفتنا في الفيديو اللي فات ان الاقصاط بتكون عادية او فورية يعني تدفع اخر المدة او اول المدة نطبق على جملة الاقصاط واحنا قلنا عندنا جزءين هنشوف الجملة وبعد كده ان شاء الله هنشوف القيمة الحالية هنا مثال صفحة 222 بيقولي يدعي احمد مبلغ 300 دولار شهريا يعني ده المبلغ اللي بيدفعه كل شهر طب لمدة قد يبقى المدة سنتين السنتين دي اللي ماجا اكتبها افكها يعني 24 شهر ليه عشان اعرف انا دفعت كم دفعة يبقى الاول سنتين اقول 24 شهر ثلاث سنوات 36 شهر وهكذا بمعدل 10% قال لي عايز جملة الدفعات دي اذا كانت دفعة فورية يعني تدفع في اول الشهر او اذا كانت الدفعة العادية تدفع في اخر الشهر في حالة الدفعة الفورية انا هدفع 24 دفعة دي 1 2 3 الى الدفعة رقم 24 دي دي دفعة ايه فورية يعني اول ما يبدأ الشهر مثلا واحد واحد ادفع واحد اتنين ادفع لغاية واحد اتناشر في السنة التانية لان هما سنتين فدفعت 24 دفعة كل دفعة قمتها 300 دولار لما اجيب جملة الدفعة الفورية القانون تعددفعة الفورية هو العادية بالزبط بس بيفرق معايا في حساب استثمار المبلغ الاول واستثمار المبلغ الاخير المبلغ الاول قاعد عند الراجل يستثمار لغاية مقف الحسابي هنا يوم واحد وثلاثين اتناشر شوف قاعد كل المدة يعني قاعد 24 شهر وبعدين المبلغ الاخير قاعد طريقة الدفع قاعد شهر واحد لشان كده كنت عامل لك جدول في الفيديو اللي فات يوضح لك الفرق بين جملة الدفعات العادية في ال L1 بتحسب ازاي وال L2 بتحسب ازاي والفورية برضو كذلك طيب يبقى عندي مبلغ الدفعة 300 اهو احط 300 ال N هنا مش سنتين بقى لا ال N هنا عدد الدفعات لهم ال 24 زائد اكرر تاني ال A ال 300 في المعدل 10 على 100 10 في المية 1 على 12 ده ثابت عشان نقسم الشهور في عدد الدفعات لهم 24 على 2 برضو دي ثابتة في القانون ييجي بقى L1 زي ما قلتلك ادي اول دفعة هي قاعدة كل المدة اللي يالا 24 شهر اللي الاخيرة اللي يالا 24 دي قاعدة شهر واحد ثم اقفل حسابي عشان كده عوضت عنها بواحد يبقى 24 شهر واحد شهر احسب الحزبة دي براحة كده على الآلة يطلع الراجل ده جملة الدفعات بتاعته الشهورية لذا كان هيدفع اول كل شهر 7.950 طب لو راجل ده بيدفع دفع عادية يعني قاعدة البداية هي واحد واحد والنهاية هي دي 31 12 انا استنيت شهر وديت الضفع الاولى واستنيت شهر وديت الضفع التانية واستنيت شهر وديت الضفع التالتة وكذا قاعدة دفع ركب 24 كانت في اخر بقى ايه ما بتدفع اخر المدة عادي يعني اخر المدة طيب اول مبلغ ده الراجل اعاده عنده يستثمره قد ايه لمدتهوله اعاده عنده كل المدة معدد شهر اللي فات فانا كتبتلك في الجدولة على الفيديو الاولاني عدد الشهور كلها ناقص طريقة الدفع طريقة الدفع يعني الراجل بيشوفني كل قد ايه يعني الراجل ده قاعد عنده الفلوس دي او المبلغ ده القصة الاولاني يستثمر 23 شهر ليه مش 24 لانه بدأ بعد شهر من الان فبعد القدامة بعدش لو رامليش دعو باللي فات طب المبلغ الاخير هو استثمره لا ده خده مني راح مقفل حسابي على طول يبقى مبلغ الاخير ده مدة استثمره اللي هو ال L2 يساوي 0 ارجع للجدول بتاع الفيديو الاولاني يبقى حط نفس القانون بس هو هيتغير معايا L1 و L2 المبلغ في عدد الاقصاط المبلغ في المعدل في 1 على 12 ف24 على 2 دي برضو ثابتة اللي هي ان على 2 في 23 شهر استثمر زائد صفر يبقى ده الفرق بين العادية والفورية يطلع 7890 طبعا هنا 7900 وشوية تلاقي الفورية دايما استها اعلى من العادية لانك اول ما اشتريت دفعت اول است ويبقى لو فهمنا الرسمة مع الجدول اللي انا عملته في الفيديو الاولاني هنقدر نحل اي مسألة في الدفعات العادية او الدفعات الفورية وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة ترجمة نانسي قنقر